سيد رسول العبادي هم على قضية أرض في عرب أجبور هذه المرة أنا رتيت أن أخذ الرجل صورة وصوت حتى يكون واضح إلى الجميع أو أدته من قضية الاجتهادات سيد رسول العبادي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أنا بحسب الرسالة اللي وصلتني أنت عندك بستان عشر دونامات هذا البستان مشتري من شخص معرف مشمول بالاجتثاث من أعضاء النظام السابق والآن بستانك مصادر ما أخذينه منك طالبين منك رشوة أنا أمنحك فرصة لدقائق أن تتحدث للرأي العام وللساد المسؤولين ماذا حصل معك بالضبط أستاذ نجيم السلام عليكم السلام على كل أخوتنا الشرفاء بالعراق والحمد الله يا مكثرهم أستاذ عندي بستان عشر دواني منطقة عرب جبور ستة مناري تابعة إلى ناحية الرشيد مو إلى الدورة استولى عليه شخص اسمه شفيق المعجون وما أدرك ما شفيق المعجون منه شفيق المعجون ومساعدة مقدم ركن عبدالستار من جماعة الصحوة الموجودين بالمنطقة استولى عليه وبنا حتى نقضى عندي تصوير بدأ نقطة حرس بمساعدة مقدم ركن عبدالستار القراغولي آمر فوج الأول لواء 25 توجهت استنجدت بالجيش مقدم ركن عبدالستار مقدم ركن عبدالستار حولني إلى أكثر من مركز شرطة بيوم واحد يعني يوم ثمانية ثمانية يعني قبل أسبوع مو أكثر حولني أكثر من مركز في سبيل أتوقف أنا وبعد ما أصل للبستان وحاليا البستان مقسم بين شفيق المعجون ومقدم ركن عبدالستار شنو مقسم يعني؟ مقدم ركن عبدالستار ووديت لك أخ رسول شنو مقسم؟ البستان تمت مصادرته؟ نعم نعم تمت مصادرته وممنوع أن أصل له وهي أوراق الثبوتية وهاي مستمسكات كنها جاهزة وما عندي مشكلة مصادرة بيأمر رسمي أم استخدام نفوه؟ لا لا بالعضلات بالعضلات استاذ ماك أمر رسمي بالعضلات بالعضلات وعندك سند باسمك؟ سند رسمي؟ عدي المكاتبات والدعاوة اللي بالمحكمة كلها عندي كلها موجودة سند رسمي باسمك؟ الورثة كلهم موجودة عدي سند رسمي باسمك؟ لا لا بعدني ما محاوله لأنه بيورثة استاذ نجم زين وعندي مكاتبة وياهم وعندي مستمسكاتهم والغسام الشرع وعندي دعوة بمحكمة بداية المحمودية زين هذا الصدق الآن من الورثة استولوا أيه سووا نقطة عسكرية من الورثة هل أحد مشتكي عليك؟ نعم استاذ من الورثة أحد مشتكي عليك؟ نهائيا ما أحد مشتكي عليك نعم نهائيا ما أحد مشتكي عليك أنا اشتكيت عليهم زين آمر اللواء آمر الفوج ليش وداك على المراكز؟ عليك دعوة؟ الجهولي دعوة مشاجرة كيدية يم مركز عرب وجبور أنا رحت أكثر من مركز بنفس اليوم ثلاث مراكز استاذ نجم بنفس اليوم زين يعني يوم ثمانية ثمانية أنا رحت لثلاث مراكز مركز واحد شكاهم لأنه مسيطرين على المركز هما المشاجرة بخصوص البستان استاذ نجم إذا تسمح لي أرضي أشكر من خلالك عقيد ركن تحسين آمر اللواء النظيف الشريف لواء خمسة وعشرين اللي ما قبله بهاي التصرفات كلها ما المقدم ركن عبدالستار آمر الفوج الأول جين آمر الفوج الأول يتصل بي يقول لأمرني أنا تفاهم أنا ياك حتى نطيك البستان شي يريد مني يتفاهمويا رحت ليه لا استاذ ما رحت لتوجهت للقضاء إلى محكمة الدورة وقاضة تحقيق جزاء الله ألف خير شكاني وإن شاء الله حقي يطلع وزايد بس أنا أريد أشوف مقدم ركن عبدالستار من تاغذ حقي وأنا استنجدت بيك وتفرني بثلاث مراكز بنفسي اليوم وتساومني على قاعي الآن عبدالستار وشفيق الماجون بحسب ادعاءك وهذا الكلام أنت رحت تحاسب عليه نعم سيدا أمام القضاء أنت تقول تقاسموا ببياناتهم نعم شنو سووا بيه بنايات نعدوا بيه استخدموا للجيش شنو ذوله بناو نقطة سووا مقر للحجد العشائري نقطة للحجد العشائري سووا نقطة نعم استاذ زين هم ليش يساومونك على مستانك أنه هاي يقول لي ديرتنا ما تدخلها أنت من الناصرية وجاي تقعد هنا ما تقعد يمن هنا يا هاي يقول لك ديرت هذا من هو شفيق المعجون وولده كمال وابن الثاني عمر يمكن اسمه مثبتها هاي حتى بمركز شرطة عرب جبور ومحكمة الدورة يمقى بالتحقيق مثبت هذا الكلام أنت ماشتكى على شفيق المعجون نعم استاذ على شفيق المعجون وين قبلش قد اشتكيت على شفيق المعجون قبل خمس أو ست يام ويوم الأحد أنا رح يسيرون القاضي التحقيق ستكون قوالي ان شاء الله القضاء نزيه القضاء نزيه وتاخذ حقك ان شاء الله والله 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 يا ستاة الجمدة اقول فرقة 17 يعني انا تكلمت اليوم مع السيد رئيس اركان الجيش ومكتبه وتحدثنا بقضية موضوع تحياتي الرئيس اركان الجيش ويعرف المعرفة الشخصية ويعرف اخلاق الشينية وايضا انا رح احل هذا المقطع اودي للسيد رئيس اركان الجيش كنت اتمنى من السيد قائد فرقة 17 ان يتصل او ناخذ على الجو يبينينا هاي الملابسات وايضا يبقى حق الرد رد مكفول ربع دقيقة حق الرد مكفول لشفيق المعجون استاذ اذا تسمح ربع دقيقة انا قاعد اول يوم ستادي في الجيش قاعد يم مقدم ركن عبدالستار اي قاعدت يم مقدم ركن عبدالستار اتصل بي قائد الفرقة قال له بهاللهجة قال له ابو الناصرية لازم ينذب السجن بهاللهجة بهالكلام هذا بدون معروب الموضوع قبل جيد ساعة باثناعش الظهر يا سيادة القاعد هلا هلا بالامر هو ومرات تجي الدنيا وياها لها احنا نعز قادتنا ونحترمهم واعتزازنا بقادتنا من خلال الميدان شبيه ابن الناصرية وشبيه ابن الانبار هاي مو مسميات ايني المفروض هذه المرة الثانية اللي يسير بها شكوى على فرقة سبعطاش ارجوك ان ترد بس انا راح تكون الاتصال مع السيد وزير الدفاع ومع السيد رئيس اركان جيش اخر تعليق اليك اخي سلامي للاخ وزير الدفاع اللي يعرفني معرفة شخصية وسلامي الاخ رئيس اركان يعرفني معرفة شخصية اشتكيت عجوم حقدي يوم مقدم رئيس اركان عبدالستار صادر مستاني انا اشكرك انا اكرر مرة اخرى من خلال قناة التغيير انه حق الرد مكفول السيد شفيق المعجون اذا تريد ترد ومقدم عبدالستار ايضا وابقى انتظر من قائد فرقة سبعطاش ان يعطينا ما الذي يحصل زيان احنا نحاول ان نعاونكم انقول لكم هذا اللي يصير انتم المواطن والقضاء انا اجدت اتصالات لكثيرين انا ما اقبل احد يتوسط لاحد او يستميني او يستخدم علاق توياي لحساب حقوق مواطن اذا كان الحق المواطن فانا مع حق المواطن واذا كان المواطن ليس على حقا ويتخذ هذا للتشهير بذاك فانا ادعو لقضاء ان يتعامل بقسوة مع المواطن احنا نريد نعمق من حالة الحوار للوصول الى الحقوق ويجب ان نكون صادقين القضية الاخرى شكرا الىك يا اخرسوا للعباد اشتركوا في القناة